السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامودي هدنا ان شاء الله نقدموح الحلقة خاصة بالتهاب العقوب هو في حقيقة دوا في المنطقة دينا كيستعملوه بزاف و بغيت نشارككم اياه هو دوا بسيط سهل كما كتعرفوا الاتهاب العرقوب كيجي من التقل يعني لكان الارنب يعني سمين بزاف ممكن انه يجي ارتهاب العرقوب الاتهاب العرقوب وهو واحد جروح كتجي على مسألة ما عنديش هدل الحالة ولكن حاولت انني غادي نفسلكم كيفاش تعملوا مع الاتهاب العرقوب الاتهاب العرقوب بالدارجة كي تقولوا واحد الارنب معرقب وهو الارجل الخلفية ديالو كيكونوا يعني فيهم واحد جروح كي تنتق منهم يعني الشعر ديالهم و كيولدك الجروح بارز باين اذا الجروح بالنسبة الانثى ما كتكونش مزيانة لانها ما كتبقاش مراقبة الصغار ديالها ما كتبقاش مراقبة الصغار ديالها ما كتبقاش مزيان الخلفية ديالو وبالتالي انه ما كيلقاش اذا اه يعني الناس اللي اللي بغوا الدواء معروفة بلو دو ميتيلان واحد در الشاشة زرقاء الناس اللي ما عندهمش امكانيات انا دي ما كتبقاش امكاني حضر فات المشاريع ديالي مع الناس الفقراء اللي ما عندهمش اللي بغوا يطلعو هاد الارنب ديالهم يعني بوحد طريقة يعني بسيطة و يربحوا منهم لما لا اذا ايه كين الناس اللي غاد يبقوا ديرو يعني غير يعني غل اه يعني يقولوا مثلا ديماضات مثلا غاد يشد هذاك الجروح ويدلوا واحد فاصمة مثلا ويجعل هذا الجرح يبرع على خاطر هذه القادية هي كينة ولكن الناس كيف يستعملون هنا؟ كيف يستعملون فازلين فازلين العادية اللي كتدر في الرجلين ولا كتدر في اليدين إما دي الحماد أو دي الورد ربما كينين بزرد الأنواع المهم أنه يدير فازلين هاد البومادة هادي كتدرها كتمتاز بوحد الليونة انتما شوفوا كيفاش دينا كتخلي واحد الليونة في الجلد هادي كيدهنوا بها كيدهنوا بها يعني الأرجل يعني البلاصة دي البلاصة فين كين الجرح سموك يوقع أن هادك الجرح أولا كيولي ليين ما كيقصحش وكيبقيت جرح ديما ثانيا أنه كيولي بعيد عنه الهواء الهواء وكذلك الجراتيم تقولوا لي أنتم لا ممكنش تكون بعيد على الجراتيم ولكن كيولي ليين كونوا متأكدين أنه الهواء البرد ممكن أنه يعني القفص ملوث هاد فازلين هادي مني كتديروها له هادك الجرح هادك الجرح بحالي نقولو كيتصد مني كيتصد الجرح كونوا متأكدين أنه مع المدة كيولي هادك الجرح كيتكون واحد طبقة ساميكة فوق منه إنه واحد سيدة جرب هاد القضية هادي أنا ما جربتهاش ولكن بغيت نشاركوه لأن هاد العبو هادي كتدير خمسة درهم ممكن أنكم تديرو منها غيش ويرا عامرة كلها شوفوا شوفوا الحجم ديلي يدي يرى عامرة بأكمالها ممكن أنكم تشريوها وقد ستعملوها ليكم توموا وفي نفس الوقت تديروها للجرح دياله اللي كيجيو على مستوى الأرجل ديال الأرانيوم كونوا متأكدين أنه ومع المدة يعني كتديروها لغيش مرة تالتان بيوم الثالث كتتحسوا بذيك الجرح بدك يلتائم يعني هادي مجرّبة مديرينها هادي هنا كيقولوا تليين يعني الجلد يعني هما ديرينها الرجلين ديرينها ولكن الناس كيديروا حتى الجرح ديال الأرانيب ديال التهاب العرقوب إذا هادي حلقة يعني أي حاجة كنشوف الناس كيديروها يعني اللي ممكن أن تكون متاحة كنوريها لكم هادي فازلين ديروها التهاب العرقوب رها صالحة مئة بالمئة رخيصة في الثامن ممكن أنكم تستعملوها لكم والآن نبدأ لكم إذا دير حلقة ديالنا هادي نهار كنشكركم على التعاليخ طيبة ديركم الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا على زر جيم باش تسندونا وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله